بعد شهر من اليوم تصطديف بروكسل المؤتمر الثامن المختص بالشأن السوري بحضور ممثلين عن الدول المعنية والمانحة والمنظمات والأمم المتحدة المؤتمر الذي شهد بنسخته الأخيرة تعهدات تفوق الخمسة مليارات يورو سيشكل في نسخته الحالية المنبرة الأعلى لرفع صوت لبنان في ملف النزوء السوري فالقضية التي عادت لتتصدر الاهتمامات بعد الجرائم المتكررة نالت حيزا كبيرا من الاجتماع التشاوري الوزاري يوم الاثنين وسط توافق على ضرورة إيجاد حلول والبدء بتحضير ورقة موحدة تعرض في المؤتمر أعتقد أن رئيس الحكومة شخصيا سيشارك وأكثر من وزير الأوروبي في عنا تريتين بالشغل مع الأوروبي في السياسة والديبلوماسية والضغط علينا نأنع الحمائم والسكور بأن سوريا علينا نعود إليها في من يطبق عليه القانون من نعيده للسجون العودة والنازحين الفعليين التفاوض لعودة آمنة الورقة التي سيحملها لبنان تستند إلى اقتراح وزير الشؤون والقائمة على ستة بنود أولها إجراء مسح شامل للسوريين الموجودين في لبنان بالإضافة إلى إزالة كل المخيمات للسوريين الذين لا تنطبق عليهم صفة النزوح والعمل على إعادة توطين النازحين منهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى وطنهم بعد التنسيق مع الحكومة السورية السوريين في لبنان كلهم ليسوا بنازحين لمنهم نازحين ننطبق عليهم لأنهم نازحين علينا أن نهتم فيهم ونحميهم ونعتقد أن أعدادهم جدا محدودة موضوع إعادة التوطين في بلد ثالث علي المفوضية وأمريكا أن تكبروا من هالواحب بالألف نحن مستعدين لحماية أوروبا على أن يحمى لبنان تغيرت المقاربة اللبنانية بعد الأزمة الاقتصادية والتفلت الأمني فيما شطبت المفوضية السامية للاجئين 88 ألف أسرة سورية عن قوائم المستفيدين من مساعداتها والمعلومات تتحدث عن شطب 35 ألف أسرة جديدة هذه السنة وبين تغيير المقاربة وتراجع الدعم باتت ضغط على الدول الأوروبية هدف الدولة اللبنانية لمحاولة الخروج من أزمة النزوح فهل يشكل المؤتمر مخرجا للأزمة؟ أم أن القرار الدولي لا يزال عند تعنته؟